تعرف على خمس عمليات نصب في أشياء أثرية يعرف برنامج الريالتي شو بأنه الأكبر على شاشة التلفاز ظهر فيه فريق تسعير الأثريات أنه يكسب أموال طائلة أكثر مما تتخيل ولكن تمهل يعتبر صفقة نبيهية حيث تم النصب عليهم في كثير من اللحظات في بعض الأشياء وكانوا يظنوا أنها أصلية مائة في المائة ونعرض عليك في قناة هل تعالى معلوم التكنولوجيا خمس مرات نصب على فريق التسعير الأثري في الموسم السادسي في أحد حلقته قام ريك بدفع 13 ألف دولار في كتاب كان يعتقد أنه يحتوي على إنضاء شخصي من شو جاكسون وهو لاعب بيسبول مشهور في الولايات المتحدة كان ريك ممتناً جداً في تقدير الكتاب على الرغم أنه لا يوجد أي مصدر ثقة من جهة البائع فقد اشتراه ريك على أي حال وقام بالمخاطرة وبعد يوم من شراء الكتاب قالت خبيرة الكتب أن الإمضاء من الممكن أن يكون مزيفاً وبالتالي قام ريك بإرسال الكتاب إلى مشخص والذي أوفده أن الإمضاء ليس فقط مزيف بل أنه أيضاً تقليد فاشل في حلقة عام 2012 قام كوريون بدفع أكثر من 31 ألف دولار في رداء واو ميلز لاعب عمالقة سان فرانسيسكو والذي استعمل عام 1961 وعلى الرغم من أن كل الأدلة توحي بأن الرداء غير مستعمل ونظيف والبائع لا يملك أي دليل للبرهنة ألا أن الكورية قرر المخاطرة وشراءه وكانوا يريدون بيعه بعد ذلك في بيت المراهنات بـ 80 ألف دولار ألا أنه في اللحظة الحاسمة أعلن أحد المواقع المشهورة أن هذا الرداء ليس له علاقة بويلي ميز ومن هنا كان فريق التصعير مجبراً على أن يبيع هذا الرداء في مزاد علني حيث وصل سعره إلى 19 ألف ومئتي دولار وخسروا فيه ما يقرب لـ 12 ألف دولار في حلقة الموسم الخامس والتي تسمى لعبة كوريريكي قام بارتكاب خطأ شنيع بشراء شيء غير موثق حيث اشترى صندوقاً قوي يعود إلى القرن التاسع عشر يختوي على ثقل حديدي وأساور السجن وعلى الرغم أنه الشك في أنها ليست أصلية ألا أنه قرر المخاطرة والشراء على أي حال وذلك بسعر أربعمائة وخمسين ظناً منه أنه سوف يبيعها بسعر أعلى لكن في اليوم الثاني قام أحد أصدقائه بوصف الصندوق بأنه غير حقيقي وأيضاً أنه ليس أثري وهذا ما لم يكن يتوقعه ريكي في أحد تجاربهم شكك ودقق أكثر وكانت في عام 2010 تحدث ريك عن الخسارة الأكبر التي تعرض لها في بيت المراهنات حيث أنه في يوم من الأيام دخل رجل حسن مظهر عرض بيع خاتمين من الألماس وقد لفت انتباه ريك كثيراً حيث رد على كل الأسئلة المتوقعة بشكل صحيح وقدم كل ما يثبت صحة ما يمتلكه وقدم أيضاً فاتورة على هذا وقد عرض عليه أربعين ألف دولار وبكل صدر الرحب قبل الرجل وغادر المحل ولكن بعد ثلاث أيام ظهرت الشرطة في المحل واخذتهم في اللحظة التي رأتهم فيها وللأسف قد ادتهم ريك بأنه المحتال وصارق المجوهرات وبفضل وجود كاميرات المراقبة استطاعت الشرطة أن تقبض على المتهم الحقيقي ووضعته خلف القطبان ألا أن ريك ظل دون نقود وبخسارة تقدر بأربعين ألف دولار في أحدى فصول البرنامج دخل رجل إلى المتجر لكي يبيع سترة هندية تعود إلى ألف وثمانمائة وتسعين ويبدو عليها أنها في حالة جيدة ومصنوع من كانتيو الزجاج بالتالي فقد كانت صلعة جيدة لريك وما يزيد من سعره أن القبيلة التي صنعته تعتبر من أشهر القبائل لأنها حربت الولايات المتحدة كما يدعي قد اشتراها بما يقدر بألف وثلاثمائة دولار وفي اليوم الثاني قاموا باستحضار أحد الخبراء لتقديره ويعطائه سعرا لها ولكنه للأسف أعطاهم خبرا سيا فالسطرة حديثة الصنع ومن مواد عادية إذا استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الاعجاب والاشتراك في قناة جميع الحقوق محفوظة لدى قنوات هل تعلم اشتركوا في القناة